لم تتوقف جهود السياسيين وحزبيين في العراق عن السعي الجاد لإنهاء حالة الانسداد في البلاد يتضح هذا جليا في الحراك الذي يقوده زعيم تيار الحكم عمار الحكيم في لقاءاته السياسية مع أقطاب العملية المتأخرة عن تأسيس خطوة اختيار الرئيس الجمهورية لقاء جديد أكد فيه الأمين العام لحزب الدعوة نور المالكي ورئيس تيار الحكم عمار الحكيم على تشكيل الحكومة وتحقيق التوازن في الأثناء يكشف المالكي عن تفاصيل مبادرات الإطار التنسقي الأخيرة التي يؤكد من خلالها الإصرار على بناء توافق سياسي بين الإطار والتحالف الثلاثي بلغة تخاطب جميع المكونات يتزامن هذا الحراك مع دخول العراق فعليا بموعد الفراغ الدستوري إذ حددت المحكمة الاتحادية السادسة من نيسان موعدا نهائيا لاختيار الرئيس الجمهورية وهذا يعني بحسب مراقبين أن المشهد ينذر بمخاوف تفاقم الأزمة السياسية والدخول في مهاترات المطالب التي تذكي مسألة حل البرلمان على سبيل المثال رغم تهدئة نيران تلك المطالب التي يرفضها المالكي لكن المشهد أصبح أمام خيارين لا ثالث لهما فإما أن يذهب الجميع إلى تفاهم ينهي أزمة اختيار الرئيس الجمهورية بما فيهم الكرد ومن ثم تشكيل الحكومة التي ينتظرها العراق وشعبه لتحقيق مطالب الدولة من نيزانيات واستحقاقات ما عدا هذا كله فالعراق مقبل على أزمة خطيرة إن لم تنتهي حالة الانسداد عنوانها ضياع جهود الانتخابات المبكرة التي اختارها الشارع جملة وتفصيلها